امسي طيبة للجامعة وجمعة مباركة خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله اضطراب جوي سيزداد نشاط بحول الله تقريبا على جول المناطق الشمالية خاصة الوجهة السحيلية الوسطى والشرقية اذا امطار على شكل زخات بحول الله تكون على شكل زخات رعدية كما قلت ستزداد غزارة خلال امسيا هبوب رياح قوية تقريبا على جول المناطق الشمالية على استساوحل وحتى على المرتفعة طوال هضاب اذا تصل سرعتها الى غاية 80 كم في الساعة في الاجواء تبقى مستقرة على الجنوب بعد سحن النول العالي والمتوسط ستنتشر على شمال الصحرى ومنطقات الواحد ثلاث درجات خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد على السطيف 16 درجة على العاصمة تقريبا نفس المقياس على إن صالح 16 درجة على كل من إليزي وكذلك أقصى الجنوب على إنقزام 16 درجة على طامنة راسة وجانة ترتفع إلى عية العشرين درجة على كل من أدرار واتيميمون اما خلال ظاهرة الغد تراجع ولو طفيف لدرجات الحرارة تقريبا على جول المناطق الشمالية مقارنة باليوم اذا ننتظر مقياس ما بين 21 إلى 22 درجة على الوجهة الساحلية 12 درجة على كل من جلفة لغوات كذلك البيض 20 درجة على الولاية تغير داية 24 درجة على التين دوف 16 درجة على كل من طامنة راسة وحتى ولاية جانة ترتفع إلى غاية 33 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد إذن بحر هائج إلى كثير الهيجان تقريبا على طول الشريط الساحلية حتى رياح ستشتد تكون عاتية خاصة على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية تصل غاية 80 كم في الساعة بينما لن تتعدى 60 كم في ساعة ضمن طيارات غربية جنوبية غربية تقريبا على طول الشريط الساحلية شرق الشمس لصباحة الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام سابعة 48 دقيقة أشكركم على المتابعة والسلام عليكم